أشار موقع بلومبرغ إلى مخاوف أمريكية وبريطانية من أن تشارك روسيا معلومات وتقنيات سرية مع إيران تساعدها في الاقتراب إلى تصنيع أسلحة نووية ذلك مقابل أن تزويدها طهران بصواريخ باليستية لتستخدمها موسكو في حربها ضد أوكرانيا ونقل بلومبرغ عن مسؤولين غربيين مطلعين قولهم أن الكريملين زاد من تعاونه مع إيران في الأشهر الأخيرة بشأن طموحاتها للحصول على أسلحة نووية وضفت المصادر أن المسؤولين الأمريكيين والبريطانيين وصفوا التحرك الروسي المزعوم بأنه مقلق وأنه يمثل تصعيدا في العلاقات العسكرية بين موسكو وطهران وعقب ختام مباحثات وزيري الخارجي الأمريكي أنتوني بلينكين وظاهيره البريطاني ديفيد لامي أكد بيان أمريكي بريطاني خطورة نقل إيران صواريخ باليستية إلى روسيا وتعهد باتخاذ تدابير منسقة البيان أكد أن إيران مستمرة بجلب عدم الاستقرار إلى منطقة الشرق الأوسط من خلال نشر الأسلحة إلى جانب تقديم الدعم المالي والسياسي لميليشياتها في المنطقة كما أكد البيان أن البرنامج النووي الإيراني أصبح متقدما أكثر من أي وقت مضى ويشكل تهديدا واضحا للسلام والأمن الإقليمي والعالمي إذا مشاهدين إضافة إلى تطوير إيران برنامجها النووي هناك ملف آخر يثير مخاوف الغرب فبعد محاولات فاشلة سابقة أعلنت إيران نجاحها بإطلاق صاروخ قائمية الذي يحمل قمرا صناعيا إلى الفضاء الإستراتيجية الإيرانية الفضائية أثرت مخاوف غربية من توسع عمليات التجسس الإيرانية وتوجيه صواريخها الباليستية وبرنامج إطلاق الفضاء الإيرانية تم بإشراف الحرس الثوري ويهدف تحديدا إلى إطلاق أقمار صناعية لجمع المعلومات الاستخباراتية كما أنه يعتمد على التكنولوجيا المستخدمة في الصواريخ الباليستية العابرة للقارات التي يمكن أن تستخدم في نقل رؤوس حربية نووية ووفقا لصحيفة جيروزالين بوست فإن الحرس الثوري يسعى لتوسيع دوره وقيادته في برنامج الفضاء الإيراني لوجود عناصر عسكرية فيه مضيفة أن خطط إيران لا تقتصر على إطلاق قمرا صناعي من نوع واحد فقط بل تخطط لإطلاق عدة أقمار صناعية في المستقبل جيروزالين بوست الإسرائيلية قالت أن هذا يعزز فكرة أن البرنامج الفضائي الإيراني ليس مجرد مبادرة مدنية بل له أبعاد سياسية وتعمل إيران على نوعين من مركبات الإطلاق الفضائي سفير أس أل في أس وسيمرغ وهما يعملان بالوقود وقدران على وضع حمولات في مدار الأرض المنخفض وتأتي هذه التقارير بخصوص برنامج إيران الفضائي في وقت تواصل تخصيب اليورانيوم إلى مستويات قريبة من درجة استخدامه في الأسلحة النووية ترجمة نانسي قنقر من لندن معنا الكاتب والبحث في الشن الإيراني وجدان عبد الرحمن سيد وجدان صباح الخير وأهلا بك معنا هل مخاوف الغرب وواشنطن من تطوير إيران لهذا البرنامج الفضائي في محلها؟ هم هناك مبالغة في الطرح؟ تحياتي لك أستاذ روناك ولمتابعيكم الكرامة أعتقد أن المخاوف القربية هي في محلها هذه المخاوف ليس فقط للدول الغربية وإنما أيضا حتى للدول المنطقة لأن إيران قامت بتطوير صواريق الباليستية في الوقت الذي إيران تطور برنامجها أنه إضافة إلى أن التخوف القربي الأهم هو أنه نفي إيران لبعض الأعمال التي تقوم بها فيما يتعلق بموضوع المسيرات الكل يعرف بأن إيران تزود روسيا بآلاف المسيرات وتم استخدامها لاستهدف الأراضي الأوكرانية القرب أيضا لديه معلومات مؤكدة بأنه بالفعل إيران سلم صواريخ باليستية من نوع فتح 360 رغم أن هذا الصاروخ الباليستي هو قصير المدى لأنه يشكل تهديد للدول القربية وأيضا لأوكرانيا وهناك تخوف أنه بالفعل إيران أن تزود روسيا بصواريخ أكثر مسافة من فتح 360 المشكلة أنه إيران تنفي وهذا ما يجعل الدول القربية وأيضا حتى دول منطقة أن تتخوف من ما تقوم به إيران من تطوير صواريخها طيب بينما التقارير أخرى تشير إلى أن واشنطن والغرب هما من غضى البصر عن ما تقوم إيران بتطويره داخل طهران ولم تتخذ خطوات رادعة تجاه إيران لمنع هذا التطوير سوى في منظومة الفضاء التي يخشى أن تكون تجسسية أو برنامجها النووي سيد وجدان فعلا أن الدول القربية ومنها الولايات المتحدة الأمريكية تماهوا مع النظام الإيراني في ليست تطوير برنامجه الصاروخي وإنما الأهم من ذلك سمحت الدول القربية بعدم اتخاذ قرارات ولديها إمكانية اتخاذ بعض القرارات منها في الوكالة الدولية في مجلس الحكام أو حتى في مجلس الأمن لتفعيل آلية الزنات للضغط على النظام الإيراني الذي بات بالفعل يهدد المجتمع الدولي ببرامجه الصاروخ هذا التماهي هل سيستمر الذي وصفته حضرتك سيد وجدان أم يمكن أن نشهد الآن خلال الفترة المقبلة خطوات أكثر جدية سواء كانت من الغرب أو واشنطن بعد تزايد قلقهم من تطوير إيران لبرامجها التجسسية والنووية وماذا يمكن أن تكون هذه الخطوات إن كنت تتفق؟ أعتقد أن أكثر ما يزعج الدول القربية في الوقت الراهن هو عبور إيران من الخطوط الحمر في معركة أوكرانيا لأن هذه المعركة بالنسبة للدول القربية معركة مصيرية تهدد الدول القربية بشكل مباشر وإيران دخلت في هذه المعركة إيران تجاوزت خطا أحمر وهو موضوع الملف النووي الإيراني حيث ما تمتلكه اليوم يتجاوز لصنع أربع قنابل نووية تطوير صواريخها الباليستية هذه الأمور يجعل الدول القربية أن تأخذ هذه التهديدات على محمل الجدوى وبالتصور أنه ما نشهده من تصعيد إعلامي على إيران أعتقد أنه هذا يبين بالفعل الدول الغربية لديها فكرة الضغط على إيران شكرا جزيلا من لندن الكاتب والباحث في الشأن الإيراني وجدان عبد الرحمن ترجمة نانسي قنقر